حدثنا علي بن عاصمين حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن عثمان بن جبير عن أبي أيوب الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلامين تعتذر منه غدا واجمع الإساء مما في يدي الناس حدثنا حسن بن موسى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا حويي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري ومعنا أبو أيوب الأنصاري فمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبية فإذا امرأة تبكي فقال ما شأن هذه قال فرق بينها وبين ولدها قال فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره فأرسل إلى أبي أيوب فقال ما حملك على ما صنعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة حثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني أبو سلمة عن يحيى بن جابر قال سمعت ابن أخي أبي أيوب الأنصاري يذكر عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستفتح عليكم الأمصار وسيضربون عليكم بعوثا ينكر الرجل منكم البعث فيتخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول من أكفيه بعثا كذا وكذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه حدثنا علي بن بحر هو أبن بري حدثنا محمد بن حرب الخولاني حدثنا أبو سلمة سليمان عن يحيى بن جابر الطائي أخبرني ابن أخي أبي أيوب الأنصاري أنه كتب إليه أبو أيوب يخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حثنا المقري حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد ابن معدان حدثنا أبو رهمين السماعي أن أبا أيوب حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد لها لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة وسألوهما الكبائر قال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة وفرار يوم الزحف حثنا الحكم بن نافعا حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن أبا رهمين السماعي كان يحدث أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابنه بيرة عن أبي عبد الرحمن الحبولي أن أبا أيوب الأنصاري قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها بصل فقال كلوا وأبا أن يأكل وقال إني لست كمثلكم حسنا حسن بن موسى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن عبد الله بن ناشر من بني صريعا قال سمعت أبا رهمين قاص أهل الشام يقول سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يومين إليهم فقال لهم إن ربكم عز وجل خيرني بين سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وبين الخبيئة عنده لأمتي فقال له بعض أصحابه يا رسول الله أيخبي ذلك ربك عز وجل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر فقال إن ربي عز وجل زادني مع كل ألف سبعين ألفا والخبيئة عنده قال أبو رهمين يا أبا أيوب وما تظن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله الناس بأفواههم فقالوا وما أنت وخبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو أيوب دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كما أظن بل كالمستيقني إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول رب من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه أدخله الجنة حسنا زكريا بن عدي أخبرنا بقية عن بحير عن خالد ابن معدان أن أبا رهمين السماعية حدثهم عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان واجتناب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة فسأله ما الكبائر فقال الشرك بالله وقتل نفس مسلمة والفرار يوم الزحف حسنا زكريا بن عدي أخبرنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد ابن معدان عن جبير بن نوفير عن أبي أيوب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اقترعت الأنصار أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرعهم أبو أيوب فآوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أهدي لأبي أيوب قال فدخل أبو أيوب يوما فإذا قصعة فيها بصل فقال ما هذا فقالوا أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطلع أبو أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما منعك من هذه القصعة قال رأيت فيها بصلا قال ولا يحل لنا البصل قال بل فكلوه ولكن يغشاني ما لا يغشاكم وقال حيوة حيوة إنه يغشاني ما لا يغشاكم حثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد ابن معدان عن المقدم ابن معد كريب عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو طعامكم يبارك لكم فيه حدثنا عبد الجبار بن محمد حدثنا بقية عن بحير فذكر مثله حدثنا هيثم يعني ابن خارج تحدثنا ابن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن المقدم ابن معدي كريب عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلو طعامكم يبارك لكم فيه حثنا يحيى بن اسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمري بن الأسود عن أبي أيوب قال قال وحدثنا علي بن اسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر حدثه عن عمري بن الأسود عن أبي أيوب قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع القاضي حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم حثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين أخبرني عمر بن الحارث عن بكير عن أبي اسحاق مولى بن هاشمين حدثهم أنهم ذكروا يوما ما ينتبذ فيه فتنازعوا في القرع فمر بهم أبو أيوب الأنصاري فأرسلوا إليه إنسانا فقال يا أبا أيوب القرع ينتبذ فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مزفة ينتبذ فيه فرد عليه القرع فرد أبا أيوب مثل قوله الأول حثنا يحيى حدثنا رشدين حدثني حويي بن عبد الله رجل من يحسب عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين الولد ووالده في البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن رافع بن إسحاق مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول وهو بمصر والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس يعني الكنوفة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائطي أو البولي فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حسن إسحاق بن عيسى حدثني ليث حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيزي عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفة قد كنت كاتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو لأنكم تذنبون لخلق الله تبارك وتعالى قوما يذنبون فيغفروا لهم حسن أبو جعفر المدائني أخبرنا عباد بن العوامي عن سعيدي بن إسين عن أبي الوردي عن أبي محمد الحضرامي عن أبي أيوب الأنصاري قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل علي فقال له يا أبا أيوب ألا أعلمك قال قلت بلى يا رسول الله قال ما من عبد يقول حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلا كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات وإلا كنا له عند الله عدل عشر رقاب محررين وإلا كان في جنة من الشيطان حتى يمسي ولا قالها حين يمسي إلا كذلك قال فقلت لأبي محمد أنت سمعتها من أبي أيوب قال قال له لا سمعته من أبي أيوب يحدثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا ثابت يعني أبا زيد حدثنا عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنازل النبي صلى الله عليه وسلم أسفل وأبو أيوب في العلو فانطبه أبو أيوب ذات ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحول فباتوا في جانب فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بي فقال أبو أيوب لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول أبو أيوب في السفل والنبي صلى الله عليه وسلم في العلو فكان يصنع طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث إليه إليه فإذا رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من حيث أثر أصابعه فصنع ذات يومين طعاما فيه ثوم فأرسل به إليه فسأل عن موضع أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لم يأكل فصعد إليه فقال أحرام هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرهه قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤطى حتنا إسحاق بن إبراهيم الرزي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن يعيشة عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماما قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كنا كعدل أربع رقاب وكتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكنا له حرسا من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك حسنا عفان حدثنا همام أخبرنا إسحاق بن أخي أنس عن رافع ابن إسحاق عن أبي أيوب أنه قال ما ندري كيف نصنع بك رابيس مصر وقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ونستدبرهما وقال همام يعني الغائط والبولة حسنا سعيد بن منصور يعني الخراسانية حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي قال سمعت ابن شيهاب يقول أشهد على عطاء ابن يزيد الليثي أنه حدثه عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله عز وجل له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس حسنا قوتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم حسنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد اليافعي عن حبيبي بن أوسن عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا كيف هذا يا رسول الله قال لي أن ذكرنا أسم الله عز وجل حين أكلنا ثم قعد بعد من أكل ولم يسمي فأكل معه الشيطان حسنا عفان حدثنا همام عن عاصمين عن رجل من أهل مكة أن يزيد بن معاوية كان أميرا على الجيش الذي غزى فيه أبو أيوب فدخل عليه عند الموت فقال له أبو أيوب إذا مت فقرأوا على الناس مني السلام فأخبروهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة ولينطلقوا بي فليبعدوا بي في أرض الروم ما استطاعوا فحدث الناس لما مات أبو أيوب فاستلأم الناس وانطلقوا بجنازته حسنا محمد بن جعفر قال أم لا علي معمر بن راشد أخبرنا الزهري عن عطائي بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبلن القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب قال فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض جعلت نحو القبلة فننحريف ونستغفر الله حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سماكي بن حرب عن جبير بن سمورتة عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعمين أكل منه وبعث بفضله إلي وإنه بعث يوما بقصعة لم يأكل منها شيئا فيها ثوم فسألته أحرام وقال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه قال فإني أكره ما كرهت حسنا محمد بن عبيد حدثنا واصل الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعمين نالا منه ما شاء الله أن ينال ثم يبعث بصائره إلى أبي أيوب وفيه أثر يده فأتي بطعمين فيه الثوم فلم يطعم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وبعث به إلى أبي أيوب فقال له أهله فقال أدنوه مني فأني أحتاج إليه فلما لم ير أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كف يده منه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بأبي وأمي هذا الطعام لم تأكل منه أكلوا منه قال فيه تلك الثومة فيستأذن علي جبريل عليه السلام قال فأكلوا منه يا رسول الله قال نعم فكل إليه حنا وكيع عن واصل الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب وعن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذ المتخللون قيل وما المتخللون قال في الوضوء والطعام حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث يتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيره ما الذي يبدأ بالسلام حدثنا سفيان عن زيدي بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله بن حناي عن أبيه قال اختلف المصور وابن عباس وقال مرة أمترى في المحرم يصب على رأسه الماء قال فأرسلوا إلى أبي أيوب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه فقال هكذا مقبلا ومدبرا وصفه سفيان حثنا أبو معاوية تحدثنا الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشيح حثنا سفيان عن عمر وعن عبد الرحمن بن السائبة عن عبد الرحمن بن سعادة عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء حثنا أبو معاوية تحدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرفع عن أبي أيوب الأنصاري قال أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات عند زوال الشمس قال فقلت يا رسول الله ما هذه الركعات التي أراك قد أدمنتها قال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصل الظهر فأحب أن يصعد لي فيها خير قال قلت يا رسول الله تقرأ فيهن كلهن قال قال نعم قال قلت ففيها سلام فاصل قال لا حثنا أبو معاوية تحدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر حسن إسماعيل أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزني قال قدم علينا أبو أيوب غازيا عقبة بن عامر يومئذ على مصرف أخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة عقبة فقال شغلنا قال أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليزال أمتي بي خير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن يشتبك النجوم حدثنا محمد بن أبي عديء عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب وعقبة بن عامر يومئذ على مصرف ذكر مثله حسن إسماعيل أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليشرق وليغرب قال أبو أيوب فلما أتينا الشام وجدنا مقاعد تستقبل القبلة فجعلنا ننحريف ونستغفر لها عز وجل حسن يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سماك عن جبير بن سمرتة عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما بعث بفضله إلى أبي أيوب قال فأتي يوما بقصعة فيها ثوم فبعث بها قال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكني أكره ريحه قال فإني أكره ما تكره حدثنا يحيى حدثنا عمر بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة أن أبا أيوب أخبره أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير فأخذ بخطام ناقته أو بزمام ناقته فقال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار قال تعبد لها ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة حان يحيى عن شعبة حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسامع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها حدثنا محمد بن عبيد حدثنا واصل عن أبي سورة عن أبي أيوب حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا وإذا قام يصلي من الليل صل أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويصلي مبين كل ركعتين حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأت مضمض ومسح لحيته من تحتها بالماء حدثنا وكيع حدثنا قريش بن حيان عن أبي واصل قال لقيت أبا أيوب الأنصارية فصفحني فرأى في أظفاري طولا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظافير الطيل يجتمع فيها الجنابة والخبث والتفث ولم يقل وكيع مرة الأنصارية قال غيره أبو أيوب العتكي قال أبو عبد الرحمن قال أبي سبقه لسانه يعني وكيع فقال بقيت أبا أيوب الأنصارية وإنما فهو أبو أيوب العتكي حدثنا يزيد حدثنا أبو مالك يعني الأشجعي حدثنا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة ومن كان من بني كعب موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم حثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب أوي عن زيدي بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عطائي بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأوم إماء حثنا يزيد أخبرنا داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إلها إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كنا له كعدل عتق عشر رقاب أو رقبة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيمين عن عمر بن ميموء عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن زيدي بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حناين عن أبيه قال اختلف المصور بن مغرمة وابن عباس في المحرم يغسل رأسه فقال ابن عباس يغسل وقال المصور لا يغسل فأرسلوني إلى أبي أيوب فسألته فصب على رأسه الماء ثم أقبل بيديه وأدبر بيهما ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله حثنا وكيع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة حثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له قال تعبد لها لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه كان على راح للته حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن الأعمش عن المسيبي بن رافع عن علي بن الصلطي عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر فقيل له إنك تضيم هذه الصلاة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فسألته فقالا إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحببت أن يرتفي علي فيها عمل صالح حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبراني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر أخبره عن سالم بن عبد الله أخبراني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة أسري به مر على إبراهيم فقال من معك يا جبريل قال هذا محمد فقال له إبراهيم مر أمتك فليكثر من غراس الجنة فإن تربطها طيبات وأرضها واصعة قال وما غراس الجنة قال لحول ولا قوة إلا بالله حثن يحيى بن سعيد عن شعبة وحدثني عدي بن ثابت ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بجمع حتنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الرابع بن خثيمين عن عمر بن ميموء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في الليلة فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذ ثلث القرآن حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عوني بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب الأنصاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجبت الشمس قال فسامع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ورقاء يحدث عن سعدي بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وستا من شوال فقد صام الدهرة حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي ليلة عن أخيه عيسى عن أبيه عن أبي أيوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال وليقول الذي يرد عليه يرحمك الله وليقول هو يهديك الله ويصلح بالك قال حجاج يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله يعني ابن كريز عن شيخ من أهل مكة من قريش عن أبي أيوبا الأنصاري قال وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل أرددها في ثوبك حتى تخرج من المسجد حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لا تستقبلوا القبلة بفروجكم ولا تستدبروها حثنا ابن نمير عن الأعماش قال سمعت أبا ظبيانا ويعلى حدثنا الأعماش عن أبي ظبيانا قال غزى أبو أيوب الروم فمرضى فلما حضر قال أنا إذا ميت فحملوني فإذا صافعتم العدو فإدفنوني تحت أقدامكم وسأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا حالي هذا ما حدثتكمه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حثنا ابن نمير حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد أخبرني عمر بن ثابت رجل من بني الحريث أخبرني أبو أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر حثنا ابن نمير حدثنا يحيى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلاة المغرب والعيشاء الآخرة بالمزدلفة حثنا يحيى بن آدم حدثنا حنش بن الحارث بن لقيت النخعي الأشجعي عن ريحي بن الحارث قال جاء رهت إلى علي بالرحبة فقالوا السلام عليك يا مولانا قال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غديرهم يقول من كنت مولاه فإن هذا مولاه قال ريحنف لما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء قالوا نثر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري حدثنا أبو أحمد حدثنا حنش عن ريحي بن الحارث قال رأيت قوما من الأنصار قديم على علي في الرحبة فقال من القوم قالوا موليك يا أمير المؤمنين فذكر معناه حنى عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن المسيبي بن رافع عن رجل عن أبي أيوب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا فقيل له إنك تصلي صلاة تضمها فقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر فأحب أن يصعد لي إلى السماء خير قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن يحي بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبيد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة حنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمرانة جيبي حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول سففنا يوم بدر فنظرت منا نادرة أمام الصف فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال معي معي وكذا قال أبي قال معمر فبدرت منا بدرة وقال سففنا يوم بدر حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفونا بن عمر وعن خالدي بن معدانة عن أبي رهمين السماعي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات وحطى الله عنه بها عشر سيئات ورفعه الله بها عشر درجات وكنا له كعشر رقاب وكنا له مسلحة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قال حين يمسي فمثل ذلك حسنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران حدثهم أنه سمع أبا أيوب يقول سففنا يوم بدر فبدرت منا بدرة أمام الصف فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن أبي رهمين السماعي أن أبا أيوب حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيتنا الأسفل وكنت في الغرفة فأغري قماء في الغرفة فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتبع الماء الشفقة يخلص الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق فقلت يا رسول الله إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك انتقل إلى الغرفة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتاعه فنقل ومتاعه قليل فقلت يا رسول الله كنت ترسل إلي بالطعام فأنظروا فإذا رأيت أثر أصابعيك وضعت يدي فيه حتى إذا كان هذا الطعام الذي أرسدت به إلي فنظرت فيه فلم أر فيه أثر أصابعيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إن فيه بصلا فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتني وأما أنتم فكلوه قال أبو عبد الرحمن قلت لأبي إن رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم يجزه إلا أن يصليها في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صلوات البيوت قال من قال هذا قلت محمد بن عبد الرحمن قال ما أحسن ما قال أو قال ما أحسن ما نقب حثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم للطيمي عن عمرنا بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعبي بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أغتسل يوم الجمعة ومسى من تب إن كان عنده ولبسا من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بد له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى وقال في موضع آخر إن عبد الله بن كعبي بن مالك السلمي حدثه أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أغتسل يوم الجمعة وزاد فيه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد حثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرنا سفيان عن جابر عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب والعشاء بإقامة حثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن المسيبي بن رافع عن علي بن مدرك قال رأيت أبا أيوب فنازع خفيه فنظروا إليه فقال أما إني قد رأيت رسول الله صلى عليه وسلم يمسح عليهم ولكن حبب إلي الوضوء حثنا عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن سائبة عن عبد الرحمن بن سعادة وكان مرضيا من أهل المدينة عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء حثنا عبد الرزاق حدثنا معمرو عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري يرويه قال لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيامين يتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيره ما الذي يبدأ بالسلام حثنا عبد الرزاق حدثنا معمرو عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائطة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن ليشرق أو ليغرب قال أبو أيوب فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض جعلت نحو القبلة فننحريف ونستغفر لها حثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج وثنا حجاج عن ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم عن ابراهيم ابن عبد الله بن حني مولى آل عياش وقال روح مولى عباس أنه أخبره عن أبيه عبد الله بن حني قال كنت مع ابن عباس والمصوري بالأبواء فتحدثنا حتى ذكرنا غسل المحرم رأسه فقال المصور لا وقال ابن عباس بلى فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب يقرأ عليك ابن أخيك عبد الله بن عباس السلام ويسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرما قال فوجده يغسل بين قرني بئر بئر قد ستير عليه بثوبا فلما استابنت له ضم الثوب إلى صدره حتى بدالي وجهه ورأيت هو إنسان قائم يصب على رأسه الماء قال فأشار أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر فقال المصور لابن عباس لا أمرك أبدا قال الحجاج وروح فلما انتسبت له وسألته ضم الثوب إلى صدره حتى بدالي رأسه ووجهه هو إنسان قائم حثنى سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي سمعت أبا أيوب يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحض جعلت نحو القبلة فننحريف ونستغفر لها حثنى حماد بن خالد عن أبن أبي ذئب عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم حثنا يزيد أخبرنا الحجاج بن أرطاط عن مكحول وحدثنا محمد بن يزيد عن حجاج عن مكحول قال قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين التعطر والنكاح والسواك والحياء حثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب وعقبة ابن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يعقبة قال شغلنا قال أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنا كرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بي خير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم حثنا روح حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمو إن قال من قال لا إلها إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتقى أربع رقاب من ولدي إسماعيل حدثنا روح حدثنا عمر بن أبي زائدة حدثنا عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن ربيع بن خثيمين بمثل ذلك قال فقلت للربيع ممن سمعته فقال من عمر بن ميمو إن فقلت لعمر بن ميمو إن ممن سمعته فقال من ابن أبي أبي ليلة فقلت لابن أبي ليلة ممن سمعته قال من أبي أيوب الأنصاري يحدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا روح حدثنا مالك وصالح عن ابن شيهاب أن عطاء ابن يزيد حدثه عن أبي أيوب سباعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث يتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيره ما الذي يبدأ بالسلام حدثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا كثير بن زيد عن داود ابن أبي صالح قال أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال أتدري ما تصنع فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم لم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكو على الدين إذا وليه أهله ولكن أبكو عليه إذا وليه غير أهله حدثنا أبو عبد الرحمني حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب وحدثني شرح بيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت أبا أيوب الأنصارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت حان هاشم بن القاصم حدثنا شعبة عن محمد بن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي أيوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يشمته يرحمكم الله وليقل الذي يرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا حسن حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه قال وقد رأيت أخاه عن أبيه عن أبي أيوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال وليقل هو يهديك الله ويصلح بالك أو قال يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا أبو عاصمين حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن أبيه عن عبيدي بن تعال عن أبي أيوبا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة قال أبو أيوبا لو كانت لي دجاجة ما صبرتها حسن سريج حدثنا أبن وهبن عن عمري بن الحارف عن بكير عن عبيدي بن تعال قال غزونة مع عبد الرحمن بن خالدي بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمرا بهم فقوتلوا صبرا بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر حسن عتاب حدثنا عبد الله حدثنا أبن لهيعة حدثنا بكير بن الأشجي أن أباه حدثه أن عبيد بن تعال حدثه أنه سمع أبا أيوبا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة حسن أبو أحمد حدثنا صفيان عن أبن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوبا أنه كان في سهوة له فكانت الغوال تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله قال فجاءت فقال لها فأخذها فقالت له إني لا أعود فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك قال أخذتها فقالت لي إني لا أعود فأرسلها فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا أعود ويجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك فيقول أخذتها فيقول لا أعود فيقول فيقول إنها عائدة فأخذها فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقول فلا يقربك شيء آية الكرسي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت وهي كذوب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن فذكر هذا الحديث بإسناده يعني حديث الغول قال أبو أيوب خالد بن زيد حثن أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمشي عن أبي ظبيان قال غزى أبو أيوب مع يزيد بن معاوية قال فقال إذا أنا مت فأدخلون أرض العدو فأدفنون تحت أقدامكم حيث تلقون العدو قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ترجمة نانسي قنقر